بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام الحسين عليه السلام كثير من الأخوة والأخوات يبعثون إلينا برسائل لماذا العراقيون يقدمون هذه الخدمة الكبيرة لأهل البيت عليه السلام لمولانا الإمام الحسين عليه السلام لماذا العراقيون يفعلون ذلك ما هو السر هل هو فقط لأنهم يحبون الإمام الحسين عليه السلام هل لأنهم فقط بأن زيارة الأربعين تعتبر قضية عقائدية تابعة لمذهب أهل البيت عليه السلام ولماذا الإمام عليه عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام اختارا العراق ليكون فيه إلى ظهور الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وهناك حقائق تدل على العراقيين عندما تعرفها وتسمعها سيبطل هذا العجب الإمام عليه السلام الإمام عليه السلام يخاطب أهل العراق كما ورد في كتاب بحار الأنوار في الجزء الثاني والثلاثين صفحة مئتين وستة وثلاثين يقول المولى عليه السلام مخاطبا أهل العراق أنتم الأنصار على الحق والإخوان في الدين والجنن يوم البأس أي الدرع والباطنة دون الناس أي أنكم من أهل البطانة أي أنكم من الذين نثق بهم دائما وأبدا لا يغدرون بنا بكم أضرب المدبر وأرجو طاعة المقبل لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام قد اختار العراق مدفنا له سلام الله عليه وكذلك المولى علي بن أبي طالب عليه السلام لأن العراقيين سينصرون مذهب أهل البيت عليه السلام وهو الإسلام الحقيقي الممتد لرسول الله فهم أنصار الإسلام وإخوان رسول الله وأهل البيت في الدين والدرع الواقي أمام كل من يريد هدمي مذهب أهل البيت عليه السلام وكذلك أهل الثقة في مسألة عدم الغدر بل هم أهل الوفاء لذلك كان يضرب مثلا عند الشاميين في مسألة الوفاء إذا وجدوا إذا وجدوا أحدا وفيا مع أخ الله مع شخص يعيش معه فيقولون له سبحان الله أوفى من كوفي أي أن فلان سبحان الله أوفى من كوفي أي أوفى من عراقي لأن العراقيين أوفيا دائما وأبدا لا يغدرون وخصوصا لديهم الوفاء والولاء الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام لذلك نجد أن هذا الكرم الذي يقوم به العراقيون اليوم ليس بشيء يعني يدل فقط على مسألة العقيدة ويدل فقط على مسألة الانتماء لمذهب نريد أن نبيض وجهه أمام العالم لا 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 وإنما جاء النص من الإمام الصادق عليه السلام عندما قال في مدح أهل العراق وأهل هذا السواد منا ونحن منهم القضية ليست فقط عقائدية وإنما نحن من أهل البيت وأهل البيت منا يعني بمعنى خلقنا من طينتهم كما قال الإمام الصادق عليه السلام شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا هذا ما ورد في كتاب بحار الأنوار في الجزء السابع والخمسين صفحة ميتين واربع عشر القضية أعمق من الجذور العقائدية وأعمق من مسألة بأن العراقيين معروفين بالكرم لا بل الانتماء الحقيقي الانتماء الحقيقي الذي كان في عالم الذار الذي كان في عالم الملكوت من أيام الخلقة خلقة هذا الكون نحن العراقيون خلقنا من فاضل طينة محمد وأهل محمد الشيعتنا خلقوا خلقوا من فاضل طينتنا لذلك الإمام يعبر بنص العبارة ويقول وأهل هذا السواد أي العراقيين منا منا ونحن منهم أي أن القضية ليست عقائدية ويأتي أحد يعني يغير عليهم عقيدتهم فينا ليست القضية يعني بمعنى نحن كآبائهم وهم أولادنا لا يستطيع أحد أن يأتي ويغير فكرهم بأن فلان ليس بأبيك وإنما أبوك فلان هذا الأمر مستحيل مستحيل القضية بيننا وبين أهل البيت عليه السلام كالأبوة والبنوة كالابن والأب لا يستطيع أحد أن يأتي ويخدع ابن شاب ويقول له بأنه اترك أباك وأنا من الآن وصعدا أنا أبوك هذا الأمر مستحيل للانتماء الحقيقي بين هذا الشاب وبين أبيه هذه ليست عقيدة وليست فكرة وليست تيار هذا أمر فطري خلقه الله سبحانه وتعالى وهذه النقطة التي لم تذكر في كثير من الأحيان العراقيون متمسكون بالإمام علي عليه السلام متمسكون بالإمام الحسين عليه السلام متمسكون بأهل البيت ليست القضية فقط عقائدية عقائدية نعم عقائدية وهل هي كذلك من باب حب أهل البيت والالتزام بأقوال النبي في اتباع أهل البيت نعم كذلك صحيح ولكن النقطة الرئيسية والمحورية والتي يتعجب منها العالم إلى الآن الذي يريدون دائما وأبدا أن يخفوها هي مسألة بأننا ننتمي إلى أهل البيت ليس فقط انتماء عقائدي وليس فقط انتماء مذهبي أو انتماء بسبب الإسلام لا لا بل لأننا منهم 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 كالابن من أبيه كالابن من أبيه يعني بمعنى بأن الإمام عليه عليه السلام هو والدنا فإذا أراد أن يتوفى الوالد أين يذهب يموت بين أولاده في آخر لحظة يستدعي أولاده جميعا ويموت بينهم الحسين عليه السلام والدنا وفي آخر لحظة إذا أراد أن يتوفى فهو يدعو أولاده فالإمام الحسين عليه السلام عندما اختار الشهادة والإمام علي عندما اختار الشهادة إنما ماتوا واستشهدوا واستشهدوا بين أولادهم بين بين أولادهم وهم العراقيون وهم العراقيون لذلك جاءت هذه المدائح على لسان المولى علي بن أبي طالب عليه السلام قال الإمام الصادق عليه السلام في مدح أهل العراق وأهل كوفة أوتادنا أوتاد العراقيون أوتاد هذه العقيدة أينما ترى الشيعة؟ في الخليج، في إيران، في لبنان، في أي بقاع الأرض ولكن الأوتاد الحقيقية للشيعة المثبتة لمذهب أهل البيت التي دائما وأبدا هي التي تحفظ مذهب أهل البيت والشيعة على مستوى العالم هم العراق أهل العراق والكلام واضح كذلك عندما قال الإمام الصادق عليه السلام عندما دخل عليه عبد الله بن الوليد في جمع من أهل العراق فقال لهم ممن أنتم؟ قلنا من أهل الكوفة من أهل العراق قال ما من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة لا سيم هذه العصابة العراقيون إن الله هداكم لأمر جهيله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس وبايعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا هذا ما ورد في كتاب الأمال للشيخ الطوسي صفحة 144 فإذا لماذا نجد هذا التوجه الكبير لماذا العراقيون يخدمون أهل البيت عليهم السلام بهذا الشكل الذي لا نراه في المذاهب الأخرى في الأديان الأخرى لأننا خلقنا من فاضل طينة محمد وأهل محمد وكما قال الإمام الصادق عليه السلام أهل هذا السواد ليست قضية عقائدية بيننا وبينهم الإمام الصادق يقول ليس بيننا وبين العراقيين قضية عقائدية هم يتبعون فقط كأئمة لا لا هم منا ونحن منهم كالآب والولد كالآب وولده وابنه فتجد أن هذا الكرم نحن نشعر بأن بأن الإمام علي أبانا نشعر بأن الإمام الحسين أبانا نشعر بأن الإمام الكاظم عليه السلام أبانا نحن ننتمي لهذا الانتماء وهذا يتجاوز العقيدة بعد هذا الأمر يتجاوز العقيدة ويتجاوز فلسفة الحب لأهل البيت أو يتجاوز مسألة الوصايا النبوية حول اتباع أهل البيت لا 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 إنما هو بر اليوم ما نراه في العراق إنما هو نوع من أنواع بر الولد بأبيه بر الولد بأبيه نحن العراقيون اليوم نبر بآبائنا نبر بعلي بن أبي طالب عليه السلام نبر بأبينا الحسين عليه السلام نبر بعمتنا زينب عليه السلام نبر بعمتنا السيدة رقية نبر بأمنا فاطمة سلام الله عليها هذا هو السر الحقيقي برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر